النهاردة هتكلم معاكم عن كيفية تحويل اي نص مكتوب الى نص منطوق ازاي انا احاول الكلام اللي مكتوب ده انا عايز اخليه نص مسموع حد يقوله ولكن مش انا انا مش عايز اتكلم ولا اقرأ النص بعض الناس ما عندهمش الجرأة طب يعملوا ايه؟ النص موجود وكل حاجة موجودة والفيديوهاية تتكلمنا عن مصادرها في فيديو سابق وبرضو هسيب لكم الرابط للفيديو اللي انا اتكلمت عنه بالتفصيل عن المصادر المجانية للفيديوهات اقدر اخدها بدون اي مشاكل ولا في اي مشكلة عن موضوع حوال طبعه حملت كل ده فضلي بقى ان انا احول الكلام ده الى حد بقى بيقوله ده السوفتوير اللي انا شخصيا بستخدمه اسمه سبيتشلو وده بصراحة اللي انا اعرفه اللي انا بستخدمه من زمان جدا وانا زي من شايفين كل دي نصوص انا محولها في الماضي الى اشياء لحاجات معينة مش للقناة بتاعتي لان القناة بتاعتي انا اكيد بطلع بنفسي اتكلم معاكم لكن هوريكم الطريقة قدامكم هدخل على البي بي سي اختار نص بالعربي واحوله الى نص مسموع امامكم لكن خلوني اقولكم على حاجة انا الوقت بتكلم عن طريقة تحويل النص المكتوب الى مسموع مش كده حابب افرقكم هنا من خلال الكيوورد اكسبلورر الخاص بتيوب بادي اللي انا دائما برشح لكم تستخدموه مجانا بدون اي مقابل طبعا هناك خدمة مدفوعة لكن مش عايزينها انا كدبت له هنا تحويل النص المكتوب الى مسموع شوفوا بقى هنا ميزة ان انا ابحث عن كلمات مفتاحية صحيحة relevant لها قيمة وهي دي اللي ترفع الفيديو بتاعي عشان لما حد ييجي ويكتب على اليوتيوب يكتب كده تحويل نص مكتوب الى مسموع هل هيلاقي الفيديو بتاعي ولا لا اعمل ليه بقى اجي على السوفتوير المجاني ده واكتب له زي ما انا شايف كده وهيقول لي هنا خد بالك اللي انت كتبه ده مفيش حد تقريبا بيدور عليه ليه لان بيدوروا عن موضوع اه بس بكلمات اخرى طب يالكلمات الاخرى انت انا يعني احبطني قلتلي ان اللي انا كتبه ده لا ده الاسكور بتاعه فقير بور وفي ده بنسبة القناتي ولو بشكل عام برضو 17% برضو بور طب تعالوا هنا بقى الجميل اني بيديني على اليمين اقتراحات بيقول لي منها مثلا كراءة النص المكتوب تعالوا نشوف بقى كراءة النص المكتوب لو انا عملت الفيديو وكتبت في العنوان او في الوصف كتبت كراءة النص المكتوب هل ده عبارة مفتاحية الناس بتبحث عنها نضغط ونشوف شفتم بقى هنا اللي برافو عليك يبحث عن هذه العبارة المفتاحية اكتر من نص مليون في الشهر ده وفقا لهذا السوفتوير الرائع اللي كل يوم بيحاولوا يطوروا فيه اكتر واكتر وايديهم فيه طب على فكرة ده بالنسبة لليوتيوب بشكل عام انا بقى بالنسبة لقناتي وتحليل التيوب بادي لقناتي هو عارف قناتي كويس جدا وعنده الديتا بتاعتي وعمل الاناليسيز فوفقا بقى لده لو انا ضغطت هنا هيقول لي خد بالك هذه هي العبارة المفتاحية اكسلنت لقناتك اكيد لو انا قناتي قناة سيارات او قناة طبخ اكيد مش هتطلع علي اكسلنت ابدا لان العملية الخوارزمية بتجيب ايه مربوط بقناتك والمواضيع بتاعتي بشكل عام وانا بتكلم عن ايه بشكل عام اجي بقى هنا على السوفتوير بتاعي عايز افرقكم على حاجة بشكل عملي اخد بالك انا عندي هنا 171 available voices تخيلوا فحاجة يعني رائعة هنا بقى تعالوا كده نروح لمعارك قضائية الانتخابات الامريكية 2020 ايه رأيكم ناخد مثلا الجزء ده كده ونجرب عليه امامكم وهو الله هحطه هنا ده النص هاجي هنا على اليمين هاختار اللغة العربية كل دي لغات ممكن احول اي نص الى هذه اللغات انا هاختار العربي العربي هنا عندي عربك وعندي عربك ايجيبشن وساودريبي تعالوا نبدأ بالمصري بما اني مصري واخد اول حاجة هاجرب معكم ثلاث او اربع اصوات ونشوف ونقارن اجي هنا وضغط على دي مش مهمة ابدا شوفوا بقى المدة اللي هيعمل فيها خلاص تخيلوا خلاص لو جيت هنا بقى وضغط بوصفه رئيسا للولايات المتحدة اصانة خاصة توفر له حماية من اي اجراء قانوني ضده جنائيا كان ام مدنيا طيب دي الاولى وانا اظن ان الصوت مش وحش دعالوا نجرب بقى تاني واحدة هنا دي لازم اختار هذه الخاصية ونشوف بقى دي برضو بينت اسماء ايه رابية بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من اي اجراء قانوني ضده جنائيا كان ام مدنيا كده جميل كده اتنين تعالوا ندخل على اربق بشكل عام ميرا نشوف بقى ميرا كده سوطايب اعمل ازاي بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من اي اجراء قانوني ضده جنائيا كان ام مدنيا طب الله حاجة جميلة ايه كمان عندي هنا اربق ساودي ربيا فيه سوطين تعالوا نقرب السوطين بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من اي اجراء قانوني ضده جميلة يعني ممكن يكون فيه حاجات احسن من السوط ده ممكن السوط ده يتقفش انه هو صوت جنائيتيد يعني تعالوا بقى اخر حاجة مين عائشة في ميل يلا بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من اي اجراء قانوني ضده جنائيا كان ام مدنيا والله مش وحش احنا كده عندنا كم صوت خمسة اظن التاني ده كان كوي بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة تو يا في واحدة نطقت دونالد ترامب صح غالبا هي دي بوصفه رئيسا للولايات المتحدة تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من أي إجراء قانوني ضده جنائيا كان أم مدنيا والآن وقد خسر الامتخابات الرئاسية 2020 سيعود ترامب مواطنا أمريكيا عاديا برضو للمعنى وإحقاكا للحق أنا عندي السوفت وير ده وأنا شاري الخدمة البرو هتلوي لنا مكتوب على المين برو لو أنا شاري السوفت وير من غير الخدمة المتقدمة هيكون عندي صوت عائشة فقط مش صوت أحمد وهكذا طبعا بالإنجليش في أصوات رائعة في حاجات تعالوا أسمعكم كده حاجة بالإنجليش أنا عندي أندرو ده ده اللي أنا بحب صوته اسمعوا كده محد الشي قدر يقول أن ده حاجة كده مميكانة أو يعني صوت عن طريق السوفت وير ده اللي أنا حبيت أقوله في هذا الفيديو هتلاقوا الرابط بكل تفاصيله في صندوق الوصف أنا شاريه والله مش فاكر بكام لكن مش غالي أوي يعني لكن دي طريقتي وأنا مش من نوع اللي بقى هيجري ويبحث عن شيء مجاني رديء الجودة أنتم عارفيني الناس اللي امتابعيني من سنين عارفيني أن دي طريقتي ويعني أن أنا بحب أجيب الشيء اللي لي قيمة فحبيت بس أشارككم وأطلعكم على الطريقة بصراحة لأنا بستخدمها طبعا في حاجة تانية أنا بقى بستخدمها للفيديوهات وكده منها إن فيديو ده أنا بستخدمه على طول وهنا برضو بيقدمه من الضمن يعني تيكست وفيديو لكن أنا مستخدمته شاب لكده لأن أنا عندي هذا السوفت وير حاليا بجرب سوفت وير آخر لو لقيت في قيمة ممكن أبقى أشير لي لكن حتى الآن ما أقدرشي أقول أنه مئة بالمئة حاجة كويسة برضو عندهم الفيديو ده مثلا كده يعني فلسة بأجرب وباستكشف ما عنديش أبدا أي وقت فاضي استحالة الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اوعى تقول أنا عندي فراغ ما ينفعش أنت ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا تكون مفيدة وتفخر كده يعني بنفسك أنت بتعملها وتفخر أمام الله أنت أنا عملت كذا وكذا وكذا خلوني بس أوريكم حاجة بسرعة برضو كده الشيء بالشيء يذكر لأن أنا هنا أنا بدردش مع المتابعين المحترمين اللي بيتابعوني من زمان وعرفيني لكن اللي عايز كلمتين ويجري ده موضوع آخر زي من شايفين هنا كده دايما أي يوم بيعد علي في الكالندر بتاعي والله بكتب فيه والله الحمد لله فنحمد ربنا نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ حافظ على صحتك ما تضيقش صحتك في كلام فارغ تندم عليه وما تقولش عندي وقت فاضي وقت فراغ لا دايما نشغل نفسنا بالأشياء المفيدة والأشياء المحترمة أنا لما بعملكم فيديوهات أنا باعتبرها من الأشياء المفيدة لأنه أنا بنقلكم الأشياء اللي أنا بتعلمها ده اللي أنا حبي تقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد اللي إلا أنت أستغفرك واتوب إليك شكرا لكم وراتنسوا أن نسب الناس ومن يوعن يوعن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ابن مصر أنا ضد الجسر أنا رفع راسي تملي الفوق طول العمر أنا ابني مصر قلبي نسر ما أقدرش يعيش أبدا يوم غير وانا حر شفت يا زمان ومواقف ملعش عنش بس الصدمات بتقوي ومش بتهك